السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم سيدنا محمد والأهل وصحبه جميعا اللح يكون معنا اليوم في تجربة جديدة مع سيارة جديدة محدثة شيري تيغو 7 برو مدير 20-24 شيري تيغو 7 برو سونا لكم قبل كده مقارنة جبنا لكم عدة سيارات من شركة شيري عملنا لكم كده مقارنة قبل كده وضحت لكم طبعا شركة شيري الأم في تحت عندنا أكسيد العلامة الفاخرة في عندنا شيري برو شيري وعندنا نازلة كمان بعلامتين تانية جايكو ومودا فعندنا مجموعة علامات تجارية في السوق وعدة تحالفات يصنعوا لكبار الصانعين في العالم في الصين فواحدة من أكوى الشركات ممكن تقابلوها الصينية وجاينا جماع عندنا هنا بيعاملوا داخلين بسجل تجاري الشركة الأم ومستودع قطع غير فعملين حسابهم الجماع داخلين السوق نفسه بقوة مو بس مجرد أوكي يلا وكيل ويبيع لا لا دعمين الوكيل ودعمين وجودهم بالكامل بمنتجات بأسعار بضمان واحد من أكوى الضمانات ممكن تقابلوها بالسوق قلنا المقدمة كلها عشان استرحنا لكم وقب كده برضو السيارة هذه أختها تقريبا فكانت مقارنة فنفس المكينة نفس المحرك نفس الحديث بالصلب نفس الشيارة كلها وخلينا تشوف ندخل في الأرقام على طول المحرك شرحنا لكم وعليه قبل كده الـ 200 CC Turbo عندنا هنا مساعدات مساعدين اتنين للكبوت عشان سهولة ترفعه وتكفيله بدون ما يديك تتعرض لحرارة المحرك المحرك مغطى مكول بالكامل فالحات التبريد اللي من هنا ومن هنا على أساس أنك منت محتاج تتعامل مع المحرك غير تضع مويت مساحات الباقي والبطارية هنا الباقي وكل شغل الصيانة بدون ما يديوشوك فيها فهذا الاختصار تشاهدون السرع بارعة حديث صلب عالي مساحة وسعة داخلية كبيرة مكينة رياضية صغيرة اقتصادية وخلينا نشرح لكم باقي التفاصيل حق السرع كاملة هنا عندنا عندنا طبعا لمبات LED من أقل نوع الجلد من أقل نوع الارباقات فل من أقل نوع وجماعة داخلين بنفسه بقوة وبعوم ما شاء الله عندنا كاليبرات الفرامي الجيب اللون الأحمر الرياضي ما شاء الله عندنا كاليبرات مقاس الكافرات 225-50R18 مع جنوط مفتوحة للتبريد بطاقة الوقود 16.1 جيف الممتاز وعندنا على ساعدكم السرع محرك 1600 سي سي توربو سارة زكية كل ما تقرب منها المفتاح في جيبك فتحة الأبواب لما تفتح الأبواب عندكم والله يسعدكم كمان عملية الدعاسات تفتح وعندنا هنا كمان الباب الخلفي يفتح معاك بالكامل ما مسكنا شيء ديما معلقة بالهواء السرع تقول لك تفضل الله يسعدك تفضل طال عمرك احنا نخدمك فمن أحد التقنية الحديث الصلب الضمان الإرباقات الفخامة الوسعة الدلع السيارة داخلها بتكتسح كل اللي في طريقها من منافسين كان صينيين كوريين يابانين داخلها بقوة بحيث أنها تنافس عندنا مساحة تخزين خلفية ممتازة وخصوصا إذا طبقت الصفة الثانية عفوا الصفة الثانية للكراسي كمان ما شاء الله بزيد المسافة عندنا حين 616 لتر وإذا طبقت الصفة الخلفية تصير معنا حوالي 1676 لتر تقريبا عندنا هنا ضاقة خلفية عندنا كمان عندنا هنا الله سعر لكم الشاحنة الولاعة معنا وعندنا طبعا الغلطة السيارة موجود عندنا طبعا ما شاء الله حتى الكاميرات طبعا قفل الباب برضو كهرباء كاميرات 360 درجة فبصراحة يعني جماعة مبدعين احتياطها لو نسيت اسم السيارة فهو تيغو سبن برو ماكس طبعا دائما نبقى مزح على كالترو ماكس حسوا اسم جوال مو اسم سيارة وعندكم برضو لو نسيت اسم السيارة كلمة شيري بالبنطة العريض هنا وعندنا كمان 290 نيوتن متر التوربو بيديك العزم حق السيارة انها مقاسم بالمنافسين نازلة بعزم اعلى وعندنا هنا جناح الخلفي كأنه جاي دورين جناح فوق وجناح تحت وفي النص اللي مباحقة الاضافة الاضاءة الثالثة لعشان للمسافة السيفتي والاريال طبعا المعروف الفوق الشارك فن اللي هو زعنفة القرش موضة وسارة خاص ممتشرة في كل مكان وصلاحنا شايفها شيء جدا ممتاز أفضل من الأرائيل القديمة طبعا ما حكرنا على السارة حتى من نفسهم عظم وحطينا لكن المواصفات اللي تحت الجلد هنا ممتازة عبيت تفتح الباب لأحد كبير للوالد الوالدة لزوجتك الشخص يعني كبير قدرا وسنا ومقاما وكل أهالينا وكل معارفنا وإحبابنا إن كان أصغر مننا في السن فهم كبار قدرا ومقاما وإن كان أكبر مننا في السن فهم كمان كبار سن وقدرا مقاما الدعاسة فتحت معاك الداخلية فخمة الشاشات الجير بوكس بأمانة أبدع في السارة هادي زي ما وقبل كده في الشيري أريزو 8 بصراحة كانت سارة جبارة يعني بشكل جبار جدا وباقي سارة شيري اللي جربناها بالكامل تقرب مننا من الأمام من الخلف من الشنطة بتعرف إنك جيت كونه بس المفتاح في جيبك بتفتح لباب بتقفل لباب الزبعات عنها بتعطيك كافة إنه كائن زكي موجود جنبك الزكاء إصطناعي بيعرف وجودك في عندنا هنا هنا أسعدكم فتحاتين تكييف خلفية بس واحد شاحن للأسف إلا كانوا في اثنين في الخلف يعني عشان ما تصير معارك بين اللي قاعدين وراء الكراس الخلفية فعندنا خمسة أصابيع في الخلف وبنان مساحة للرجل إذا جينا نحد السكف فعندي تقريبا حوالي تسعة أصابيع وأما إذا جينا على الفتح اللي فوق الفانوراما في عشرة أصابيع ما هنحسب الفانوراما معنى ما شاء الله فانوراما كبيرة لكن على أقل عندك تسعة أصابيع اللي هنا تمانية تسعة أصابيع شوف والله سعدكم حساس بحث أنك أنت الطفل الدادا الشخص الكبير اللي قاعد وراء يوم ما يفتح الباب وسيارة جاي من الخلف وما هم ينتبه فبتديك نزار إنه للسيفتي الإضافية فالسيارة مركزين على حكاية السيفتي في الحديد الصلب في أداء السيارة في الذكاء الصناعي اللي موجود فيها في الدلع في الفخامة ما شاء الله مبدعين من كل شيء إن شاء الله عندنا شاشتين مش شاشة واحدة عندنا كافة المعلومات كاملة عندنا تنبيه خرج من مسار عندنا ثبات من مسار عندنا تنبيه من السيارات الخلفية المناطق العامية والسيارات أمامية تنبيه عندنا إبان هنا وإبان في الجوانب الاثنين في السيارة في الجوانب الاثنين وعندنا كافة المعلومات إن شاء الله على السيارة هنا وعندنا العفروطة الصغيرة حق الأوامر عندك 360 درجة الكاميرا أمامية جانبية خلفية هوا الله ساعدكم في جميع الاتجاهات وصلاحة زي ما قلت الجماعة ابدوا في موضوع الكاميرات عندنا تانورامة بحين عندك كل شي هنا ما شاء الله يعني السيارة بأمانة وفي هنا هذه الجزئية دقيقة الله ساعدكم هذه حلوة جدا الآن قبلنا الكاميرات من 360 إلى 540 بحيث أنك تشوف داخل أسفل السيارة فهنا وصلنا لأنه ما شاء الله يعني النظام الأقصى الأفضل تماما عندنا القبلة عندنا آفل كابري عندنا الأندرويد وعندنا هنا العفروت وصلاحة أنا موجودة أنزل الشباك طيب طيب أغلق النوافذ طيب الله يطيب لي كامل كل هديك هذه القفرة الأربع شبابيك الله ساعدكم تبريد تسخين كراسي تسخين كراسي تسخين كراسي تسخين كراسي هنا كاميرا غيره كاميرات 540 درجة فعندنا هنا كاميرا أضافية عشان تعرف على المشاء وعلامات الطرق فعشان تخدمك السيارة بشكل إضافي في كل مواصفات السلامة شوف ما شاء الله كمية مواصفات السلامة الموجودة هنا عفوا مواصفات السلامة رهيبة فبالشكل ده السيارة ما هي مقصرة فأي شي معاكم عندنا طبعا هنا في الدرجة الأسفل عندنا هنا غير شحن جوالي اللي فوق الوارلس عندنا اتنين شواحن هنا كمان إضافية بحيثنا ممكنوا حتحط جوال تاني إضافي مثلا السواق ممكن حتحط جواله هنا والشاحن اللي فوقه تحط للشخص اللي جنب السواق وعندنا هنا اتنين شواحن تايب سي ويو اس بي موجودة معا اشتركوا في القناة طبعا نتحكم عندنا ايما يكون عن طريقة للزارير هنا ايما عن طريقة الشاشة من فوق ما شاء الله شاشة كبيرة واسعة وعندنا نظام سمعي سوني تويترز و سماعات فوق وتحت غير الحساسات الكامل حول السيارة فأتمنى إن شاء الله كديركم نوفقنا شرحنا لكم على السيارة بالتفصيل الكامل شكرا لكم